غابات الموصل ما تزال تشكو عدم الاقتراث الحكومية ومخاوف كبيرة من استغلالها من قبل مافيات الفساد وتحويلها إلى أراضي مجمعات زكنية فقد شهدت هذه المنطقة حرائق غير مبررة هذا الأمر أثار حفيظة العديد من أهالي الموصل حتى غابات الموصل بالحقيقة هي متعرضة وتتعرض إلى مؤامرة مستمرة من عمليات قطع أشجار غير مبرمجة من خلال الحرائق التي تندلع في هذه الغابات ما بين الفين والأخرى نحن كمواطنين مدينة الموصل نعلم ما هي الدوافع والغايات وراء إهمال غابة الموصل ووراء القطع المتعمد والحرق المتعمد للأشجار لربما هي أيضا تريد أن تدخل ضمن خطط تقسيم وبيع الأراضي كما أصبحت في جميع أحياء مدينة الموصل المنظمات الدولية وبعد هذه الأحداث قررت التدخل واليوم بدأ فعليا مشروع مؤسسة روانغا الذي يهدف إلى زراعة أكثر من خمسة ألاف شجرة في محاولة للحفاظ على المتنفس الوحيد ورئة الموصل الأخيرة كما تسمى هنا لأجل محاربة التغيير المناخي وكذلك إعادة الصورة الجميلة لغابات الموصل كما كانت من خلال زيادة عدل الأشجار بلدية الموصل أكدت أن هناك العديد من المتجاوزين على حوض النهر وشارع الغابات وسيتم العمل على إزالة هذه التجاوزات كالأكشاك الصغيرة أو حتى البنايات التي تحجب المواطن من رؤية النهر مؤكدة على إنشاء كورنيش النظامي في تلك المنطقة الشارع الغابات عنا من العشوائية في الفترة السابقة من وجود تجاوزات على الأرصفة والبناء العشوائي الموجود الذي حجب نهر دجلة لدينا خطة بإعادة تنظيم الشارع وإزالة حتى المباني التي هي على نهر دجلة مع انتهاء عقودها اليوم باشرنا بهذا العمل تحرك أممي وعمل بلدي للحفاظ على آخر متنفسات الموصل وأشهرها والأيام القادمة ستكون كفيلة بمعرفة المنتصر فمافيات الأراضي لا تسمح بمرور مثل هذه المشاريع كما يقول مراقبين والشاهد آلاف الدونمات التي تم التجاوز عليها بحجة الجمعيات وغيرها من الموصل أحمد جفال قناة دجلة الفضائية اشتركوا في القناة